رجعنا من البريك لنتابع معك المشاهدي سوبورو تيفي بحديثنا عن مطبخ النعمة اللي هو من المشاريع المتميزة وعم يخلق فرص عمل للسيدات ويفعل دور أكتر إيش هو هذا المشروع لما نتابعه وإيش الهدف من المشروع رح نعرف أكتر مع ملفون وبسام روهم مدير مشروع مطبخ النعمة بالقامش لي بشينا بشلوم ملفون أهلا وسهلا فيك عبر شاشة سوبورو تيفي أهلا وسهلا فيك مريم يعطيك العافي تاودي تاودي ساقي ملفون بدنا نعرف ملفون أنه من فترة بلش مطبخ النعمة أو بيت المونة مطبخ النعمة بلش هاد المشروع بداية كتعريف إيش هو هالمشروع طبعا من اسمه مطبخ النعمة مشروع هو بيت مونة أو يجهز مونة العوائنة طبعا المونة بأنواعها والأكلات بأنواعها وحتى الحلويات والمعجنات بأنواعها تمام لم نتابع هذا المشروع ومنا عم بيديره تابع لمكتب كنيسة مار ديموت لسريان الأرثوذوكس وبإشراف قدس الأب عبد المسيح يوسف تمام هاي كإدارة خلينا نقول بالنسبة للأعضاء أو العاملين بهذا المشروع كم عدد السيدات اللي عم يشتغلوا بالمشروع اللي هنا أكيد مستفيدين بالدرجة الأولى وشلون تمت آلية الاختيار تمام هلا المشروع طبعا المونة يلزمها بصراحة عمال وأيدي عاملة كثيرة لذلك كان اختيار الأشخاص اللي تيشتغلوا هني أصحاب خبرة طبعا وبصراحة هني عم يشتغلوا ببيوتين بس فضلوا أن يشتغلوا معنا لحتى ينجزوا العمل أكبر طبعا وخلق فرص أكبر لأيدي عاملة هي محتاجة بصراحة لباب رزق ثاني لذلك كان اختيار أصحاب الخبرة وأصحاب الاحتياج لأعمال أو رزق باب رزق ثاني ليكون يساعدا بأمور الانقصادية بالبيت تمام عدد السيدات اللي عم يشتغلوا هلأ وموجودين بالمشروع هلأ بحدود يتراوح طبعا بين العاشرة لاثناش سيدي طبعا ومن ضمنه فيه إداريين كمان بالمشروع تمام الإداريين من ملفون قلت بإشراف أبونا عبد المسيح طبعا إشراف أبونا عبد المسيح وأنا كإداري وفيه شخص لوجستي كمان بالمشروع تمام بالنسبة لآلية الشغل ملفون يعني الشغل عم بيكون كل يوم في وقت محدد مثلا أو ما عم بيكون في وقت محدد حسب الشغل طبعا هلأ إحنا دوامنا من ساعة 8 يبلش إلى ساعة 2 أو احتمال 3 في حال إذا ضل معنا شغل طبعا بدنا ننجز هالشغل هذا في وقت إضافي طبعا هيك عم يصير معنا عم بيكون على مدى الست أيام بالأسبوع طبعا مهم يوم الأحد هو يعطلتنا بس تمام كمان بالنسبة للأصناف اللي عم بيقدمها بيت المونة إذا ممكن نحكي شوي بتوسع أكتر تيسير فكرة ممكن الأشخاص اللي هنا بيحاجة أنه يستفيدوا من هذا المشروع تمام هلأ حاجة البيت هو إيش تيكون فيه مونة طبعا المونة بأنواعها المربيات بأنواعها المعجنات الحلويات المخللات بأنواعها حتى نقدر نشتغل كمان على الأنواع الطبخ الأكلات اللي تلزم البيت طبعا هالشغلات هاي هي مثل ما يقول طلعت لأنه فيه كتير أمهات أو ست بيت ما عم تقدر تكون متواجدة بالبيت بالشغل أو أمور تانية فنحن عم نوجد لها المونة والأكلات اللي تساعدها حلو طيب بالنسبة للمونة هاي من بعد ما نشغلت بمختلف الأصناف اللي مثل ما قلت إن ملفون هي حاجة كلبيت شلون عم بيتم تصريفه يعني فيه آلية معينة فيه مكان عم تنبع فيه أو لازم يروحوا على المطبخ النعمة ويتفقوا معا حاليا البيع مباشر بصراحة وحسب الزبون عم يجو الزبائن اللي عدنا وعم نبيع للمباشر تمام ممكن يكون فيه شي مثلا أنا بحاجة لهذا الصنف أنا أتواصل مع مطبخ النعمة وأقول لنا بدي هذا الصنف بهاي الكمية أو حسب الشي المتوفر عم بتبيعه للناس فيه أمور طبعا مثلا المحمرة المكدوس هذول صعب شوي تواجده بالسوق بالنوعيات اللي يريدها لزبون تمام فتيكون حسب الطلب بس فيه أمور تانية لا فيه عندنا مخزون ونقدر نبيع بيع مباشر تمام فيه طريقة معينة ممكن تطور لآلية التسويق لهذه المنتجات بمشروع مطبخ النعمة تمام عم نشتغل على الانستجرام والفيسبوك كمان في صفحة فيسبوك بس السمافة عناها بشكل أساسي وفي عندنا رقم واتس كمان عم يتواصل الزباين من تمام بنسبة لصفحة الفيسبوك هي رح تكون بإسم مطبخ النعمة تمام معناته هاي لكل الأشخاص اللي هلا عم بيشوفونا تمام فهل المطبخ رح يشتغل عليها؟ أكيد احنا جاهزين لكل الامور اللي تخص الأعياد ورأس السنية طبعا من أكلات ومن حلويات حتى في قسم من المشارب الخاصة مثل انبيد ومانبيد ومعنبرية كمان تنشتغل على هالأمور طبعا إذا ربنا راد ورتب الأمور أكيد بما أنه لشهر 12 يعني لسه خلينا نقول فيه شهرين لهالمناسبات ممكن يكون فيه توصية من قبل بوقت أنه لما عم بيكون فيه كميات طلب كتير من الأشخاص فممكن مثلا من هلأ يصير حجز دور أو توصاية أو ممكن بوقتها بس بلشت الزباين تسجل طلبات حلو فيه حسب الطلب وتنسجل طلبات وتنمشي بالدور طبعا حلو كتير ملفون بما أنه المشروع لساته جديد نوعا ما خلينا نقول فايش الصعوبات اللي عم بتواجهك خلال العمل أو اللي واجهتك من قبل النوع المادة اللي عم المادة الأولية طبعا نوعة وشوية صعوبة عم نلاقي مثلا فيه نوع من الخضرة نوع من المواد عم نلاقي شوية صعوبة بالنوعية الجيدة طبعا هاي شوية عم نلاقي صعوبة منه حلو كتير طيب ملفون كمان نقطة تانية بما أنه كفريق عمل عم يشتغل مع بعض وكل سيدات عندن خبرة بهذا المجال ممكن أحيانا كل واحد يقول أنه أنا طريقتي هي الأحسن أنا الطريقة اللي بعرفها هي الأحسن ممكن أحيانا يصير نقاشات حول هاي المواضيع يصير نقاشات بس فيه شيف الشيف هي المسؤولة عن كل الإنتاج اللي عم يطلع والطريقة اللي هي تشوفها مناسبة تشتغل عليها طبعا حلو كتير بالنسبة لإقبال العالم كون قلتن ملفون هلا صار فيه توصيات لشهر 12 وفيه المواد أو المونة اللي اشتغلتن عليها من قبل نباعد فإقبال الناس لهذا المشروع شلون كان أو صدى هذا المشروع بي المجتمع طبعا من خلال فترة افتتاحنا للمشروع من شهرين تقريبا صارنا شهرين أقبال كتير كويس طبعا لأنه الزبون أو الزبونة تجي وقت اللي تشوف ست البيت عم تشتغل مو أي حدا عم يشتغل يعني عم يشوفوا ست بيت عم تجي تشتغل يرتاحوا كتير للنظافة وللترتيب اللي عم يصير طبعا تمام كمان نقطة تانية ملفون أنه بالنسبة هلأ للوضع الاقتصادي مثل ما عم نعرف الوضع كتير صعب في غلاء بأسعار المواد أصلا فبالنسبة للأسعار اللي عم تنبع في المنتجات بمطبخ النعمة هل عم تكون مناسبة للوضع الاقتصادي اللي هو هلأ موجود؟ طبعا نعم نحسب حزبتنا احنا حسابنا التجاري مثل ما تنقول أنه إشقد المادة تكلفنا وكل المصاريف اللي عم نحطها بخلال الشهر عم نحاول تكون أسعارنا هي أسعار مناسبة طبعا بين السوق وبين ما نقدر نحن نحطه حتى يقدر يكمل أصلا المشروع فيه ولازم يكون فيه ربح طبعا لحتى ديمومة الشغل إذا ما كان فيه ديمومة بالشغل المشروع راح يوقف صحيح عندك الفكرة ملفون لتوسع العمل بمطبخ النعمة بالفترة القادمة؟ أكيد طبعا فيه فكرة أنه نفتح منافذ بيع طبعا بالحارات تكون قريبة من ست البيت يعني عم نعاني شوي من شغلة التوصيل المادة لست البيت إن شاء الله يعني على القريب راح نفتح نوافذ بيع تكون قريبة بالحارات ويكون قراب من العوائلنا طبعا صحيحة النقطة يمكن تتساعد كثير إنه خلاص صاروا متوفرين بمختلف المناطق بالنسبة للصدى المشروع ممكن نقدر نقول وصل صداه خارج مدينة القامشلي نخلي نقول بمنطقة الجزيرة ولا لسه ما صار هذا شيء كون لسات ومشروع جديد خارج القامشلي ما بعرف بس وصلت بضاعتنا لألمانيا وسويد عن طريق أشخاص طبعا حلو كثير بالنسبة من آراء الناس خلينا نقول أو الشي اللي عم بيوصله لألكن إيش الأفضل من بين المنتجات كلياتا أو أكتر شي عم بيحبه وفي طلب عليه هو أكتر شي لست البيت إيش بده المونة طبعا المحمرة بأنواعها المكدوس بأنواعه المربيات بأنواعها فيه أنواع من الطبخ صار البامية المطبوخة الفاصولية المطبوخة البندورة المطبوخة هاي اللي تقدر تساعدها بشكل يومي وبشكل يعني بسرعة أنه تكون أو تعمل تنجز مهمة أكلي سريعة مثلا تمام عم أكيد عم بدي يوفر علي كتير وقت ضمن الحياة اليومية أكيد برأيك ملفون إذا بدنا نعمل تقييم لنجاح المشروع خلال هالشهرين برأيك شقد نسبة النجاح اللي وصلتن له أقدر أقيم أنا أقيم شغلي صعب شوي بس يفضل يكون التقييم من خارج المطبخ طبعا أنا بس بحسب ما عم بشوف أو بنشوف إحنا كإدارة بإشراف أبونا طبعا أنه فيه نقدر نقول عليه وجيد أو فوق جيد تمام تمام إن شاء الله هيك نوصل للموقف ونالكن كل التوفير إن شاء الله إن شاء الله ملفون